نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارتميزة ذلك لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا وأكد المركز الإعلامي قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية حيث تتحمل الدولة الرسوم المقرر نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل مشيرة إلى وجود متابعات دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها